اشتركوا في القناة من أن هذه النسخة في التنسيق الصحيح للوصول إليها وقراءتها بسهولة وبالتالي، إذا كنت تتطلع إلى تغيير تنسيق كتابك الإلكتروني فإليك كيفية تحويل الملفات بين تنسيقات EPUB وPDF على أي جهاز هناك العديد من المزايا التي يتمتع بها كل تنسيق على بعضه البعض اعتماداً على الطريقة التي تريد قراءتها بها في هذه المقالة، سنشرح جميع الاختلافات بين PDF وتنسيق EPUB لمساعدتك على اتخاذ القرار سنعرض لك أيضاً بعضاً من أفضل التطبيقات المجانية لأجهزة Windows وMac وiPhone وAndroid والتي يمكنك من خلالها تحويل الملفات بسهولة بين التنسيقين لنبدأ، ما هي الاختلافات بين EPUB وPDF؟ الفرق الرئيسي هو أن ملفات EPUB مصممة لتكون سريعة الاستجابة وقابلة للانعكاس، مما يعني أن المحتوى يتكيف مع أحجام الشاشة والتوجهات المختلفة. هذا يجعلها أكثر ملائمة للقراءة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والقارئة الإلكترونية. في حين أن وثيقة PDF تحتفظ بتصميم ثابت، مع الحفاظ على الشكل الدقيق وهيكل الصفحة على النحو الذي يقصده المؤلف، وهي أكثر ملائمة للوثائق التي تكون فيها تخطيطات الصفحات الدقيقة ضرورية، مثل النماذج أو الكتيبات أو المستندات المخصصة للتباعة. لذلك، إذا كنت ترغب في زيادة حجم النص أثناء قراءة أو تغيير تصميم كتابك، فمن الأفضل استخدام تنسيق EPUB، لأنه يحسن بشكل كبير إمكانية القراءة. ومع ذلك، فإن PDF هو الخيار الأفضل لوثائق أكثر تفصيلاً تحتوي على رسوم بيانية وتلك التي يقصد تباعتها. أفضل الطرق لتحويل PDF إلى EPUB على ويندوز وماك. فيما يلي بعض من أفضل الأدوات المجانية التي يمكنك استخدامها لتحويل ملفات EPUB وPDF على سطح مكتبك. كالب هو تطبيق إدارة الكتب الإلكترونية الكل في واحد لنظام التشغيل ويندوز وماك أو أس. هذا التطبيق ضروري إذا كان لديك قارئ كيندل وغالباً ما تضيف كتباً إلى كيندل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك. كما أن لديها محول غير متصل بالإنترنت لتحويل EPUB إلى PDF والعكس صحيح. علاوة على ذلك، يمكنك إذن تحويل كتبك إلى جميع التنسيقات الأخرى مثل MOBI وAZW وما إلى ذلك. إذا كنت ترغب في تخطي متاعب تثبيت تطبيق تابع لجهة خارجية لتحويل مستندات EPUB وPDF، فإليك محولاً بنقرة واحدة يمكنك استخدامه يسمى Cloud Convert. يمكنك استخدام هذا التطبيق على متصفح الويب الخاص بك نفسه. ما عليك سوى تحديد المدخلات وتنسيق المخرجات وتحميل المستند المصدري. في غضون ثوان، سيكون المستند المحول متاحاً للتنزيل. تدعي الخدمة أن عملية التحميل آمنة تماماً ولا تخزن أي بيانات تتعلق بالمستند المحمل. الأداة مجانية لاستخدام مع ما يصل إلى 25 عملية تحويل يومياً. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعدك في تحويل أي امتداد معروف. إذا كنت تريد أداة تحول EPUB إلى PDF والعكس صحيح في أطراف أصابعك، ففكر في استخدام ملحق لمتصفح الويب الخاص بك. File Converter هو امتداد عالي التصنيف ومجاني لاستخدام لمتصفحات الويب كروم وأدج وبراف وفيرفوكس. يحول الامتداد ملفات EPUB إلى PDF، ولكن لتحويل PDF إلى EPUB، انتقل إلى موقع التمديد عن طريق النقر على عنوان الامتداد في الأعلى. يحتوي موقع الويب أيضاً على المزيد من خيارات التحويل، والتي يمكنك استخدامها مجاناً. يمكنك استخدام كل هذه المواقع المذكورة أعلاه على هاتفك المحمول، أجهزة آيفون وأندرويد أيضاً. ومع ذلك، إليك بعض الخيارات إذا كنت تفضل استخدام تطبيق لتحويل ملفات PDF وEPUB. أفضل تطبيقات تحويل PDF إلى EPUB على آيفون وأندرويد. في حين أن هناك الكثير من التطبيقات لتحويل ملفات EPUB إلى PDF، لا يوجد سوى عدد قليل من التطبيقات التي تتيح لك القيام بكلال اتجاهين تحويل PDF إلى EPUB وكذلك على آيفون وأندرويد. فيما يلي تطبيقان موثوقان يمكننا التوصية بهما لجهازك. يجب أن يكون EPUB كونفيرتر هو أفضل تطبيق لتحويل ملفات EPUB وPDF على آيفون. يجب أن يكون جانبنا المفضل في هذا التطبيق هو الخيارات المختلفة لتعديل البيانات الوصفية للمستند الذي تقوم بتحويله. يمكنك أيضاً إعادة هيكلة تخطيط الكتاب وحتى التعرف على النص باستخدام أداة OCR المدمجة. كما أن لديها واجهة بسيطة وسهلة التنقل. يحتوي التطبيق على إعلانات، لكننا لم نواجه أي إعلانات تتداخل مع تجربتنا. يحتوي الإصدار المجاني من التطبيق على بعض القيود المتعلقة بالتحويلات. على سبيل المثال، لا يمكنك إجراء تحويل دفعة. للقيام بذلك وإزالة جميع الإعلانات، يمكنك شراء الإصدار المدفوع من التطبيق. إيبو كونفيرتر هو تطبيق مجاني للاستخدام على بلاي ستور يتيح لك تحويل ملفات PDF وEPUB. يمكنك تحويل كتبك ومستنداتك بسرعة وتعديل بعض التفاصيل أيضاً، مثل تغيير العنوان والغلاف والمزيد أثناء التحويل. يتيح لك الإصدار المجاني تحويل ما يصل إلى خمس ملفات في وقت واحد. على الرغم من أنها تحتوي على واجهة سهلة لاستخدام، فقد واجهنا بعض الإعلانات. ومع ذلك، يمكنك تعطيل هذه الإعلانات جنباً إلى جنب مع أي قيود تحويل عن طريق شراء الإصدار المدفوع من التطبيق. هذا هو كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية تحويل ملفات EPUB وPDF. إذا كان لديك المزيد من الأسئلة، انظر إلى قسم الأسئلة الشائعة في صندوق الوصف. ترجمة نانسي قنقر